أعلنت الحكومة الفلسطينية فرض حضر التجول في كافة المحافظات وذلك في إطار الإجراءات المتخدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وباستثناء المؤسسات الصحية والعملين فيها يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم كما وتم منع التنقل بين المحافظات نهائيا كما طالبت الحكومة الفلسطينية من إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتوفير ظروف إنسانية للعمل الفلسطينيين الذين يبيتون في أماكن عملهم وتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة طوارئ لمدة شهر كان قد أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية الشهر الجاري بعد تسجيل أول حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ببيت لحم